اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى لحبابي يكونوا بخير وعلى خير وتنتمنى لكم الصحة والسلامة وكل ما تمنيتوا يا ربي وبغيد ربي سبحانه وتعالى يحقق لكم قيال أماني ويحيد عليكم المتاعب يا ربي يا كريم اليوم معنا واحد وصفة طلبوها الناس على حسب السحر توقيف الحال أو السحر توقيف الحال في الزواج أو في العمل أو في المال أو في العلاقات الزوجية كين المرأة اللي متقفى على الزوج دياله وكين الزوج اللي متقفى على المرأة دياله ديري اللي هم سحر تفريقة أو البنت اللي موقفى لها حالة في الزواج بغي يشوفها كاك حتى تشرف ما تولد موالو ما تخدم يولي عند المس تولي الطاحت تولي داعة في السادات إذن أن السحر أضطر على الناس بزاف العين أضطرات الحسد أضطر سحر تفريق أصله كله حسد وكله عين وكله تابعة من الإنس والجن إذن اليوم نحط لكم واحد الوصفة الشعبية تزوجوا عليها بزافة لبنات وتعطاها من واحد لواحد ولكن اليوم غادي نعطيها لكم تآنايا نكون نشاركة فيها باش نوصلها للناس ونعطيها للناس اللي بغين فكور يوصهم إذن على بركة الله نخليوا واحد تعليق وضربوا واحد لايك وتمنوا لي الخير ونتمنى لكم إن شاء الله تيسير في الأمور إذا دعمت هذا القناة سنتمنى لكم يا ربي عونكم في خفاء هذا هو الدعاء ديالي إذا عونك الله في خفاء سبحان الله يعطيك المال من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب البنت يجيب لها الزوج من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب يزرع المحبة والمودة بين الزوج والزوجة في لحظة تقدر يتقرأ غير حرف منها القرآن وربي يجيب تيسير ويخلق لك السعادة وراحت البال إذن غادي ناخدو جوج بيضات ديال الحمام غادي تجيبهم إن شاء الله يوم الخميس الناس اللي عندهم تقاف يشتغلوا على ريوصهم يجيبوا هاد العشوب غير خاص ما فيهم حتى حاجة غير وصفة عادية ولكن غادي تخدميها بتاريقتك المهم لجيبي البيضة جوج بيضات ديال الحمام جوج بيضات ديال الحمام رمغا لنشقين بعشر دراهي من الواحدة عند العبطار السين عندو علمي Matteo يجيبهم لك بعد الأحيان ما تتلقيهمش عند العبطارة تتقول لي ج Bij 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 تأتي الفلوس وتيجيبهم لك انهار الخميس الصباح جيبيهم خذي معهم ربع كيلو ديال الحرمل ربع كيلو ديال العرعار الربع كيلو society ديال القذبر ربع كيلو ديال العرعار وربع كيلو ديال القزبر. اذا عندنا ثلاث مكونات معاجوج بيضات. غادي تجيبهم من عند عطار يكون قبلي. الناس اللي ما عندهم مش عطارة قبليين يحاولوا انهم ياخدوا من عند عطار عامر. يكون عامر عنده دائما عنده الرواج. غادي تكون عنده آآ سلعة مقبولة. سبحان الله انتي هذك شي اللي تتقلب عليه. شي حاجة اللي يكون فيها الرواج. اذا غادي ناخد هذوك ثلاثة البيضات. غادي نحاول حاول نحلهم في هذا. الحرمل. والقزبر. والعرعار. اذا نخدنا ربع كيلو. ربع كيلو. ربع كيلو. تجيبهم على النية ديال طرد السحر. اي سحر. حتى اللي شم هاد هاد توصخة غادي تفوصخ. عدكم سحر آآ مرصود في البيت غادي تفوصخ. عندكم السحر توقيف الحل غايت تفوصخ. عندكم السحر تقاف غايت تفوصخ. السحر تفرقة غايت تفوصخ. ولكن خدميها الطريقة. الطريقة اللي غادي نعطيكم. بعد ما غادي نجيب ديكو ديكو بيضات. وغادي نحاول اني ننهرصن في هذكو المكونات وانحطن فوحد الوعاء. وغادي نخلط هذك البيض بقشوره. وانا تنقرأ هتو الآية. تنخلط وتنقرأ. عود بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منطورة. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منطورة. واحد خاصة نقرأ عنقرأ احداشر مرة. أنقرها 11 مرة ونقول وغادي نقول اللهم ابطل عني جميع التوابع إن كان السحر تفرقة إن كان السحر توقيف الحال في الزواج اللهم ابطل بحق هذه الآية الشريفة وما فيها من أسرار أن تبطل عني جميع الموانع اللهم ابطل عني كل التوابع إن كانت عين أو تابعة أو حسد من الجن والإنس اللهم ابطل عني بحق هذه الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هماء منطورة اللهم ابطل عني جميع التوابع إذن غادي نقرأها 11 مرة فقط وغادي إن شاء الله نقرأ آية الكرسي ثلاث مرات صورة الإخلاص ثلاث مرات صورة الفلق ثلاث مرات صورة الناس ثلاث مرات صورة الزلزل ثلاث مرات صورة الكافرون ثلاث مرات غادي دائما نفكركم أي حاجة بغير تبدوها غادي قرأوا الفاتحة مرة واحدة على النية فتح الأمور وغادي إن شاء الله بحول الله وقواته غادي نشف هذه المكونات فضل نهرسهم ونقال معك فهذاك المكونات العرعار القزبر الحرمل هذاك البيض الحمام البيض الحمام تيفوسخ الناس اللي عندهم الفاسوخ يريد إلى عندكم الفاسوخ ديروه حاولوا أنكم إلى الناس اللي في المغرب يديروا الفاسوخ موجود عندنا الفاسوخ حاولوا يشريوه من أي مكان قريب لهم في الفاسوخ ويحاولوا أنهم يوضعوا حتى الفاسوخ سبحان الله ويحركوا هذاك الشي هذاك المكونات زيان بعد ما قريبوا عليه وغادي تديروا واحد ديروا واحد الوعاء أو سينية وتحطوا هذاك الشي المكونات في الضل تحطوهم في الضل باش ينشفوا بعد ما الخميس جيبوه الجمعة دوز هذه الأسبوع حتى ينشف والأسبوع الآخر سبدو ثلاث جمعات ثلاث جمعات متتابعة بحال الزوج اللي خلت لي الأخت تعليق على حسب أنهم معطل على العمل تيدخل الخدمة وتخرج إذن صالحة لي هذه الوصفة لأنها رائعة رائعة جابوها الناس وعطوها اللبنيات اللي متقفين على الزواج سبحان الله وكان عندهم سستة اللبنيات اللي تزوجوا بها حاولوا البنت اللي معطلة على الزواج متعقز وتديرها والوقت اللي تجيب المكونات تكون جاية وتصدق شي حاجة حلوة أو حليب أو خبز أو أي حاجة لأن الصدقة رائعة في جلب المطالب حاولوا أنكم تكونوا إيجابيين مع الصدقة أي حاجة أي أمر بغيته تتقدى بالصدقة إذن ثلاث جمعات غدين بخر ندير الفحم يكون قريب من العتبة لأن العتبة هي بعد الأحيان تكون في التقاف دي السحر المشوش أو دخل عندك شطاقة سلبية أو سوء أن ديك العتبة كانت مسكونة ناس قبل منكم وكانت سحر أو كان لابد تكون تأثير دي العمار أو دي العتبة أو بسبب الحويج نقرب هذك المجمر اللي غادي نشعل فيه العافية وغادي نخلي لذك العافية حتى تزهر ونحاول أنني نلبس واحد العباية دي الأم ديالي الزوج يلبس قاندورة دياله ويتبخر ولكن الملابس الداخلية حاول يحيد الملابس يحيد أي حاجة في الدو يحاول أنه يتبخر تبخر ليرجليه ويتخطى المجمر سبعات المرات ويقول اللهم ابطل عني جميع الموانع إن كان السحر تقاف أو السحر المنع اللهم ابطل علي هذا السحر بحق هذه الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منطورة اللهم ابطل عني جميع التوابع إن كان السحر مرشوف وإن كان السحر تقاف أو إن كان السحر الموانع اللهم ابطل ويتكر جميع الحويج اللي تحس بهم ورغب بي غادي جيب إن شاء الله تسخير اللي معكم في الدار اي تبطلهم الناس اللي عندهم اصحار اه غري تبطلهم الموانع احتى الولدات اللي تكونو متيقراش مزيان اما عين اما حسد اما مخطين سبحان الله سبحان الله سيكون عندهم ابطال احتهما اذا احبابي اللي اعجبوا هذا الفيديو خليونا لايك دعموا القناة تبعوا الجرس وتابنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم اشتركوا في القناة